السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتكلم إن شاء الله عن أشهر التقنيات الخاصة أو المستخدمة أو التكنيكس المستخدمة في البيك ديتا وهنقسم الديتا أناليسيز أو التحليل البيانات الخاصة بالبيك ديتا إلى أنواع يعني وهنستعرض إن شاء الله مع بعض الأدوات أو البرامج يعني اللي بنشتغل عليها في كل نوع من أنواع اللي احنا قسمناها دي وإيه هي لغات البرمجة المستخدمة في كل طول أو كل برنامج إن شاء الله أول حاجة على طول نخش في البيك ديتا تكنيكس إيه هي طبعا فيه مجموعة كبيرة جدا من التقنيات أو التكنيكس المشهورة اللي قريدي بنقدر نستخدمها هي موجودة أصلا ومستقرة أو مستقلة بذاتها لكن هي تستخدم في تحليل البيانات اللي هي البيك ديتا أو من أشهر طبعا اللي مش محتاج تعريف الستاتيستيكس الحاجات الإحصائية وطبعا ده علم بسيط جميل جدا طبعا مشهور ومصنم في مناطق كتير وبرده بسرم معنا في البيك ديتا عشان يبدأ يعمل عملية تجميع اللي هي الكوليكشن والأورجانيزيشن التقوي وعملية يعني التنظيم والتفسير البيانات وطبعا تقييم طبعا استطلاعات الرأي وإكسبرمينتس اللي هي التجارب والكلام ده كله ده العلم الشهير بتاع الستاتيستيكس فيه علم طبعا الماشين ليرنج الشهير برضو طبعا ده هدفه طبعا القدرة على إن إحنا نقدر نتعلم من إيه الابزرفيشنال ديتا أو من خلال رصد البيانات وإن إحنا نحطها داخل موديل أو نموذج النموذج دوت بنقدر من خلاله نقدر بعد كده نستخدمه في إن إحنا نقدر نتوقع نتوقع في المستبل أو حتى نشرح أو نتعرف على البيانات اللي لسه إحنا اللي هي أنسينيت اللي لسه إحنا ما جاتش شيء أو معرفناش طبعا طبقا للنموذج وفكر الإيه الماشين ليرنج فده طبعا بيفيد نجامج جدا في البيج ديتا طيب ديتا مايننج طبعا علمه برضو شهير وموجود وخاص باستكشاف اللي هي الإكسبلورز والانالايزز اللي هي التعاملات التحليل على كميات البيانات اللي هي بيانات الضخمة وطبعا عشان كده بتبرز أهميته طبعا مع البيج ديتا عشان نقدر نكتشف ونحلل بغرض طبعا هنوصل لمعاني جديدة مستنتجة من البيانات أو أنماط نستخرجها بشكل جديد من البيانات اللي موجودة يعني نعمل يعني رؤية طبعا ساقبة في الموضوع نقدر نستخرج معاني توضح لنا بسبب data mining برضو signal processing تكنولوجيا طبعا تحتوي على النظريات الأساسية وطبيقات وعمليات طبعا فعلي عشان نقدر نجري عمليات طبعا سواء خاصة بالموضوذة نفسه أو نقل بيانات أو إرسالها طبعا ما تبقى في شكل تنسيقات مختلفة ملفات مختلفة لكن بتبقى كلها مرسلة بشكل signals ودي شهيرة جدا جدا يعني في موضوع البيج ديتا بالذات لما يكون related بحاجات كلها signals جاية والداتا بتتكون بشكل كبير جدا من خلال السيجنالز دينا الفيجواليزيشن تكنيك وطبعا ده التكنيكس كلها تاعت فيجواليزيشن مهمة جدا بالنسبة لنا في البيج ديتا وطبعا ده فكرتها كلها نيع عبارة عن عرض للتصور أو تصور يعني بس بشكل graphics أو رسومي يعني ممكن يكون متعدل أبعاد أو مش متعدل أبعاد بنستخدمه يعني multi-dimensional أو لا لكن هو بيستخدم بشكل طبعا قوي جدا كأدا طبعا هي يعني tool منفصلة تمام مجرده تعمل مع البيانات والمعلومات بتاعتنا بغرض إن إحنا نقدر نستكشفها ونعمل knowledge discovery نستكشف معارف نوضحها ندرك أصلا البيانات يعني information awareness لأن طبعا حجم البيانات بيبقى كبير جدا ما بنقدرش ندركه بسهولة فلازم طبعا نشوف المعلومة data الكبيرة جدا في البيج data دي في شكل رسومي أو إحصائي أو مش عارف إيه بحيث دونة تبقى بسطة جدا طبعا ده بيساعدنا طبعا في الآخر إن إحنا نقدر نعمل عملية اتخاذ القرار طيب بعد كنا نتكلم على البيج data stream processing tools اللي هي الأدوات طبعا كتير جدا لكن في علماء صنفوها تحت 3 أشكال أو 3 نمازج يعني معتمدين فيها على فكرة إيه نوع التحليل المستخدم يعني طيب البيانات بشكل مبدئي أن أولنا أول حاجة في حاجة اسمها patch analysis والpatch analysis دي ببساطة عشان نبسط الموضوع خالص إن إحنا نعتمد على إن البيانات جت يعني data firstly stored يعني تخزنت وجدت وتخزنت في big data يعني storage أي أن كان شكله عامل إزاي وبعد كده بنعمل عليها إيه بنعمل عليها عملات التحليل طبعا طبعا في حاجات الشهرة كلها موجودة في الحتة دي زي طبعا جوجل map reduce طبعا جافا وطبعا الوحش هدوب طبعا جافا طبعا في بايسون وكلام زي كده وار وهيف كيو ال وكلام زي كده مفيش مشكلة برضو شغال في الهدوب درياد بتاع ميكروسوفت برضو حاجات مشهورة هتشتغل طبعا بالسكوب وكلام زي كده واللمق أو درياد المتخصصة في الموضوع بتاع المشين ليرنينج بتبقى بالنسبة لطبعا طبعا جافا ومشين ليرنينج وكلام زي كده ده بالنسبة لباتش انا الاساس في ال stream processing وده برضو من اللي شغال فكرته كلها ان احنا بنعمل ايه التحليل للبيانات في اقرب فرصة اقرب وقت ممكن نوصل دي في البيانات دي قبل حتى ما تتخزن من اساسه خلاص نقدر نعمل عليها عمليات قبل حتى ما تتخزن اعتقد ان البيانات جاي مسلا من سنسور وانا اعمال ايه او جاي من الناس بتشيت او ناس بتحاجات تحط بوستس او data جاية من اي حاجة كبيرة جدا او انا عايز اعمل اشوف بس الدنيا ماشية ازاي من قبل ما اتنقل اصلا ان انا اخزنها عالطاير يعني طبعا في حاجات مشهورة جدا زي spark مشهور جدا سبارك طبعا جافا وسكالا وحاجات بيكتب بلغة كتير storm برضو من الحاجات الشهيرة طبعا تويتر طبعا جافا الف لينك وفيه طبعا حاجات تانية زي اس فورد طبعا اياه وفيه ما او ايه ما او ايه اللي هي الماسب اونلاين اناليسس في حاجات كتير جدا من التورز بتشغل في الحتة بتاعت الستريم بروسيسنج طيب فيه برضو الانتر اكتب اناليسس والانتر اكتب اناليسس دي فكرتها كلها هبنعالج البيانات وبنسبح المستخدم او يعني ايه او بنبقى بناء على المعلومات وجهة نظر المستخدم خلاص يعني شكرا بيسموه انتر اكتب اناليسس يعني بتحليلها لحسب وجهة نظر المستخدم طبعا فيه برضو حاجات كتير جدا مشهورة زي مسلا اباتش دريل طبعا ده شهير طبعا وطبعا هو طبعا هو كويري لانجوجش الناس بعارف يعني كويري انجين يعني للهدوب وللنو سيك والدتبييز وحاجات زي كده وفيه اسباجو اسباجو بي اي لا بزنس انتليجنتس طبعا كل فكرتها كلها بتعمل بالشكل الكلام المنطقي ايه طبعا برضو معتمدة فيها على الجيابا وي اه دي سريي اه دي سريي طبعا دو جي اس طبعا دي كلها جيباسكريبت تعمل طبعا شغل اه اه ممتاز طبعا اه وطبعا انا بس حبيت اقدم كده على السريع كده الايه التولز ويه المستخدمة عموما والادوات المستخدمة في كل اتجاه طبعا كل اتجاه محتاج تفسير اكتر من كده بس حبيت اعمل اه ملخص سريع كده اشتركوا في القناة